قرارات حكومية جديدة في الأردن تقضي بعودة الحياة الرياضية إلى الساحة مجددا بعد توقف دام لما يزيد عن الشهرين نتيجة لأزمة كورونا عودة مشروطة بتطبيق ضوابط محددة من قبل اللجنة الأولمبية الأردنية على أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت عدنا النشاط الرياضي عندما تيقنت الحكومة بالإجراءات الصحية أنه ليس هناك خطورة في عودة مثل هذا النشاط والأهم من ذلك هو استثناء الجمهور من الحضور في المرحل الأولى عودة تأتي لعلها تساعد الأندية والمراكز الرياضية على تعويض جزء من خسائرها والتي وصلت خلال فترة الحضر إلى ما يفوق الخمسين مليون دولار وفقا لدراسات أجرتها اللجنة الأولمبية مؤخرا لحد اليوم في إيرادات كانت متوقعة لا لقطاع الرياضة أو لا خلينا نحكي للمراكز الأكاديميات بالذات اللي هو بحوالي 850 ألف دينار باليوم اللي هو حوالي 30 مليون دينار لـ 30 إلى 40 مليون دينار خلال هذه الفترة الزمنية اللي لم يحقق الكرة الآن في ملعب الاتحادات الرياضية في الأردن وعلى رأسها اتحاد كرة القدم حول استئناف الدوري المحلي أو إلغاءه وتحديد موعد انطلاقة الموسم الجديد باعتقادي موضوع عودة الدوري الآن راح تقرر عدة شغلات من ضمنها الأمور المادية اللي كثير فيها ضغط على الأندي الآن أندي بتعاني كثير وأعتقد أنه عودة الدوري راح تتقرر خلال الفترة يعني الساعات القادمة باعتقد خلال اجتماع الأندي مع الاتحاد وهو وضعا مش سهل يعني أبدا مش سهل أبدا مشهد ضبابي يخيم على مستقبل الرياضة الأردنية في ظل أزمة كورونا والمخاوف المتعلقة بها من قبل المسؤولين متى عودة المنافسات ومتى استئناف التحضيرات والاستعدادات أسئلة ما تزال تبحث عن إجابات محمد العزاء العربية عمان